اكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعا اعتزازه بما يربط مملكة البحرين وشقيقتها المملكة العربية السعودية من علاقات تاريخية متجذرة وراسخة وما وصل اليه التعاون الوطيد والتنسيق المتبادل من مستوى رفيع على كافة المسارات بما يحقق مصالحهما وتطلعات شعبيهما الشقيقين جاء ذلك خلال استقبال جلالته في قصر الصافرية هذا اليوم معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية والوفد المرافق للسلام على جلالته بمناسبة زيارته للمملكة بدعوة رسمية من رئيس مجلس النواب ورحب صاحب الجلالة برئيس مجلس الشورى السعودي الذي نقع إلى جلالته تحياتي وتقدير أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حافظه الله وأخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأصدق تمنياتهما لمملكة البحرين بدوام التقدم والرقي فيما أبلغه جلالته بنقل تحياته لخادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد وتمنياته الخالص لخادم الحرمين الشريفين بمفور الصحة والعافية والشعب السعودي الشقيق مزيدا من الرخاء والتطور معربا أيده الله عن تقديره واعتزازه بالمساعي الخيرة لأخيه خادم الحرمين الشريفين في توثيق الأواصر التاريخية بين المملكتين الشقيقتين كما أشد جلالته بالدور المهم لمجلسي الشورى والنواب في مملكة البحرين ومجلس الشورى السعودي في تعزيز وشائج القربة والأخوة والمحبة بين الشعبين الشقيقين ودعم مسيرة النهضة التنموية في البلدين مباركا جلالته توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس النواب البحريني والشورى السعودي بما يسهم في توسيع وتعزيز أطر التعاون وتبادل الخبرات والتجارب على المستوى التشريعي والبرلماني وتنسيق المواقف في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية من جانبه أعرب رئيس مجلس الشورى السعودي عن خالص شكره وتقديره لجلالة الملك المعظم لحسن الاستقبال وكرم الضيافة مثمن أن حرص جلالته واهتمامه الدائم بترسيخ الروابط الأخوية والصلاة المتينة بين البلدين الشقيقين ترجمة نانسي قنقر